هطرح حاجة كنت اتكلمت فيها مع مسؤول مسؤول بارز في الاهل في الجزئية دي لما تدي أجازة 3 أسابيع وتعمل فترة أعداد قالت 3 أسابيع الأجازة لازم أعمل قدما فترة أعداد مش أقل من شهر وإسبوع مش أقل من كده انت عملت فترة أعداد 10 تيام وراحت لعبت السوبر وبعكده دخلت على الدور الإفريقي وبعكده لعبت دور أبطال إفريقيا فترة الأعداد شايفة هي السبب في كل المشاهد اللي احنا شايفين ممكن لأن المد ده كتقسيارة جدا ممكن وكمان خالي بالك بصراحة عشان أكون صريح جدا احنا قلنا السنة دي الناد الأهلي أدخل عدد من اللاعبين الجدد على الفعالين مين هم؟ هيدو عدد قليل مام عشور وده سليم مودست في حال تاني؟ لا أكتر اتنين الدوك يعني امتياز والدوك ميزة مام عشور وده سليم مدات الموسى حتى مع خسارتك لماتشة حد العاصمة في السوبر اللي اتنين دولة بتفتكرك والأبرز اتنين في المالعب شو الأول او حدت رشورة تاني كمام؟ تاني مع الجانب حاجات تانية ان في مشاكل في التاكتكس وفي اختلاف في التاكتكس وفي اختلاف في عقلية الفرق ده بتلعبها في حال كتيرة خرق بالفريق مين؟ يعني انت خرجت الحمد فتحي ودخلت امام عشور خرجت شريف نعم وخرجت شريف وخرجت شريف دخلت مودست لكن يبقى في وجهة نظر ريدا سليم واحد من الاوراق اللي كانت يعني حاسمة في الخط الامام الى دين الاهلي السنة ودى لمسة مختلفة يا محمد كل امام واحنا كلنا متابعين المجموعة بتاعة الاجنحة في الاهلي ريدا سليم مختلف الوحيد اللي بيلعب في التلات مراكز جناح يمين صادع لعب في العمق وجناح ايصر ربما ما كان واحد ما بيعبش فيه المهاجم الصادع بلعبش في القلب اكتر بس بلعب صادع لعب عمق فيش مشكلة لغاية في ريدا سليم نتفتكر ونتكلم عال الكلام ده كمان بعد المتش ريدا سليم لغاية مارش سان داونز اللي هو القياب السيمي فاينل الدول الافريقية الجديد من بعدها هتحس ان الاهلي في الحتة دي فقط شيء لان انت النهار العنصر الجديد اللي دخلك ادك لمسة مختلفة منذ غياب ريدا سليم اللمسة دي حتى سواء كان بيقعدوا احتياطي او بيبدأ كان له ما بينزق له بصمة ريدا سليم وفي الملعب له بصمة وانت كنت عايز حاجة جديدة انه اوكي انت ساني فاة بيرسي تاو احسين شحات عاملوا معاك موسم امتياز كلنا عشد نبيهم بصراحة بس ما انت زي برضو ما بتذكر المنافسين منافسين بيذكروك وزي ما انت بتدرس خطاتهم والتاكتر ساعتهم مرضو بيدرسوك تبا اكيد اكتر حاجة انا بغير لك اوفتكر عاملة ازمة في الاهل السنة دي ان كل الدم الجديد اللي دخل الاهل للوقتي رادة سليم مصاب هيرجع في يناير مودست احنا في في يعني في اختلاف كاس العالم اعتقد هي الموقفة الاخيرة وامام ما زال بيحاول ان هو يعني ايه يسترجع مستوامة قبل الاصابة الاخيرة الاصابة الاخيرة برضو والله احنا قصت عليه شواله ما بعد ده معناه ايه ده معناه ان انت لسه مكمل بالدم بتاع ساني فاة طب ما هو الدم بتاع ساني فاة خرج منه اتنين واتنين مو مين ده حمدي ومحمد شريف ومحمد شريف بكل امانة كان مساعد لكهرباء عشان ما بخس حق كهرباء لان محمد شريف قولي كان اساسي قبل ما كهرباء يرجع من الاقاف وجي كهرباء فوق الناس كلها حتى فوق محمد شريف نفسه من منافسه ماشي فده معناه ايه هو ده الوضع اللي احنا بنحلل الوضع اللي احنا فيه الوقت بس خرج حمدي فاتح على فكرة اثرك في نقطة مهمة جدا صح الناس مش واخدة بالها ان اللي كان بيساهم في احراز الاهداف حمدي بيكمل قافل في الراسيات الوحيد اللي كان من نص الملعب بيكمل في الثمانتاشر ودي نقطة امام مش هعملها امام قصير ولد ينجي بيعملها مش بتاعته ولا السلية حتى ما خلانا يتكلم بصق محمد السلية قريدي مش هو عمر برضو متخمس سنة بالزبط والاسلام قصر بس اللي انت قلت ده نقطة ده مهم قوي حمدي فاتح تتكملته كمهاجم تاني مع رأس الحربة ما حد شاف يعملها الوقت في الاهل لان مام عشور بديلو وصير وديانجا اصلا وماركز ستة ومش بيطور اداءه الهجومي بصراحة فاحنا دلوقتي الاهل بيلعب بفوجة نظر بنفس ببواء الموسم اللي فات يعني انت كي ما استفدتش من كل الاسمان تدخلتها في الصيف في الصيف في حين لو انت بصيت على اول الموسم ده لما امام وريضة كانوا بيلعبوا كان الشكل مختلف احسن وبصراحة في المراعب كان مختلف طيب ما زلت مؤمن ان النادي الاهلي عنده من من تاريخه ومن عقلية النادي ومن طبيعة النادي ده ومن طبيعة كمان جماهيره انه بيقدر في بطولة يمحي يمحي كل اللي فات كل شيء وانا بقو بفتكر هو لو ربنا قرم ان شاء الله والنادي الاهلي تخطى بإذن الله عقب التحاد جده والله انا بحترم اوكلان سدي جده بس خلاني اتكلم في الاقرب بقول يعني موضوع فعلا يعني لو اوكلان ده عملها بجد هتبقى واحدة من اغرب هيريحنا ايه هيريحنا والله هيريح 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 هيريحل مشاكل كتير بس اللي عايز اقوله ان ان شاء الله بإذن الله بإذن الله لو النادي الاهلي تخطى عقب التحاد جده يوم الجمعة الجاية ويوم السبت محمد عملنا استفتاء علي الله كورة وسألنا الناس كنت تكسب الدور الأفريقي ولا تكسب التحاد جده في دور التمانية في الموندياد وتطلع سيمي فاينال تلعب في الموندياد هيريح لابسي مي فاينال موندياد